اكد معا للشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ان مملكة البحرين وضعت الاستثمار في المواطن محورا لكافة مشاريعها التنموية لإيمانها المطلق ان الكوادر الوطنية هي ثروتها الحقيقية منوها بان المملكة احتلت بذلك موقعا مميزا في المؤشرات العالمية لما توليه من حرص على تحفيز الاستثمار بكافة القطاعات الحيوية التي تعود بنتائج ايجابية على دعم عمليات التنمية بما يحقق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى مشاركة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في الاجتماع السنوي لمشروع رأس المال البشرية التابع للبنك الدولي على هامش مشاركة وفد مملكة البحرين في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الامريكية واشنطن حيث نوها معالي بما شهدته مملكة البحرين من تطور ونقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية وقطاع التعليم باعتبارهما ركيزتين اساسيتين في نمو واستدامة الطاقة البشرية الفعالة لمشاركتها بشكل فعال في تحقيق النمو مشيرا إلى البرامج والمبادرات التي تقوم بها مملكة البحرين لتحفيز الاستثمار في الصحة والتعليم بما يدعم عمليات التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف النوعية وأوضح معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين من الدول الرائدة في التعليم وهي تحتفل هذا العام بمرور مائة عام على النهضة الحديثة للتعليم النظامي فيها كما أنها مستمرة في تطوير قطاع التعليم بما يساهم في تحقيق مخراجات متميزة تستند إلى الإبداع والابتكار وتنمية الكوادر الوطنية وبين معالي كذلك أن النتائج المتحققة على صعيد القطاع الصحي جاءت نتيجة لتدشين مجموعة من المشاريع الحديثة حرصا على الصحة العامة والتي ساهمت في حفظ مملكة البحرين على مركزها المتميز في مؤشرات التنمية البشرية كما نوها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالاهتبام الذي توليه المملكة للمرأة وحرصها على تحقيق كل ما من شأنه أن يصب في صالح تقدم المرأة وتطورها مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة وتنفيذه للعديد من المبادرات النوعية بالتكامل مع الجهات الحكومية في المملكة حرصا على تقدم المرأة وتعزيز دورها في التنمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر